اخيرا من الحاجات المهمة اللي عاوزين نتكلم فيها وهي rule of pharmacist lead pharmacotherapy دلوقتي بقى الصياطلة هم drug expert وهما الاساسيين في lead بتاع الفارماكوثيرابي وهم نتعلمها جدا 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 ونعرف rules بتاعتنا في تطبيق بتاع الفارماكوثيرابي اول حاجة collaborate مع كل الهاتف كيه professionals عشان decision making احنا كنا لسه بنسمع في ترامب وفي covid-19 لما اصاب بالكورونا كان من ضمن التيم اللي بيعالجه كان clinical pharmacist يعني مش عايزة كان جون شيابين وكان واخد كماتريك نيشن عالي على كل استدلاف الولايات المتحدة الامريكية ان من ضمن التيم المعالج بتاع ترامب فيه واحد clinical pharmacist انا مش بتكلم على ترامب كحاجة او كستيوشن انا بتكلم ان بقى فيه significant و magnified rule لclinical pharmacist او الفارماكوثيرابي pharmacist او الفارماكوثيرابي وده اللي احنا عايزين نتكلمه في الاخر خالص حبيت اختم بجزء الفارماكوثيرابي عشان نتعلم مع كل الهاتفكير professionals عشان نحط الترابيتيك بلان participate in planning وdevelopmental patient treatment سواء انت بتشتغل community hospital clinical quality medication اي مكان في شركة ادوية اكيد هتروح تتكلم وتخش open discussion مع ال health care team اكيد هتعمل presenting the result لازم تتعامل وتعمل communication صح تعمل participate in planning والdevelopment بتاع patient treatment انت انت drug expert انت المسؤول عن medication لو في اي therapeutic alternatives related to patient problem ايه الاختيارات اللي ممكن الدكتور يختارها لو انت واقف في clinical round او واقف في اي مكان من الحاجات المهمة انك تعمل communicate لاي results انت وصلت لها نتيجة ال investigation اللي انت عملتها دازم تعملها communication مع الهاتفكر team تعمل management و monitoring لل drug therapy وتشوفها في side effect g side effect ده من ايه تعمل review للpatient record وشطارتك في انك تتابع patient record او ال data بتاع patient لو عندك prescription انك تتبعها لو معاك اي medication بتاخدها تشوف ال history بتاع patient clinical condition اللي كانت عنده الحاجات اللي حصلت دي هتساعدك كتير جدا في drug regime evaluate patient سواء انت بتعمل interview مع patient هتشوف ال history previous medication use تكلمنا عن medication use process وعرفنا cycle بتاعتها في جزء medication safety فمهم انك تعرف ال history بتاع medication وانت بتشوف الحالة او اي كيس عندك في الانتحان بص وركز قوي في اي clinical condition او disease تاني عندك patient عنده diabetes عنده hypertension اخذ دواء قبل كده قلل منعته كلها حاجات مهمة جدا ايكمان لو انت تقدر تعمل physical examination ولكن حاجة بسيطة لان انت طبعا مش دوكتور بس انت بتشوف ال patient هنو vital stable ولا unstable لو patient مش قادر ياخد حاجة بالماوس فهياخد حاجة IV وهكذا جزء laboratory result والانتربريتيشن من الحاجات المهمة جدا هتساعدك انك انت بتعمل على حسب الحاجات لو فيه لو فيه نقص في لو فيه لو فيه بعض التربيتيك الكويري محتاج تجاوب عليها لو فيه عندك تقدر انك انت تشاركها مع عندنا جزء مهم جدا هو اللي عندك والدراج ترابي ازاي تستخدمها لدراج فوت او دراج فود انتر اكشن او دراج هيربل انتر اكشن لازم تعمل افكتف كوميونيكيشن سوى اورال او ريتن لكل بتاعتك انا كتير بنصح اي سادله لو انت بتشتغل في مستشفى عملت اي ريكميونيكيشن او اي ويرك ريليتب دي لازم تعمل كوميونيكيشن للورك ده لازم تعمل بارتسبايشن في المانجمينت بتاعت او فيه زي ما تعلمنا في التوكسيكولوجي او في توكسينز او زي ما كلمنا على الاويرنس بتاع البرستاموتوكسيستي من الحاجات المهمة جدا اللي حتى بتصحب اختبار الرخصة بعد اما الواحد بينجح فيه اختبار الرخصة عشان ياخد لازم يتعلم الكارديك لايف ساببورت لانه اكيد حيتحط في مواقف في محتاجة ان هو يتصرف صح من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نتعلمها كاسادله احنا عندنا ديزيز معين نعمل ديزيز ستيك جايدلاين والكلانيكا الباثوي بتاع الدزيز وندرسها للناس اللي موجودين ونعلمها للكلانيكا الكريتكال او الناس اللي في الكريتكال اريا عندنا مثلا السيبسيز التعامل معها ازاي الكميتز دلوقتي بقى فيه عندنا فيه كوميتز كتيرة جدا في المستشفيات ازاي نخشي فيها الفارماثي انترابيتي كوميتز لو احنا في مستشفى كتير جدا كوميتز موجودة عشان نعمل بتاعت الكير بتاعت الفيشن دلوقتي السيضالة يبقى الدور بتاعه محتاجين احنا سيضالة يكونوا فعلا قادرين على ومارسة السيضالة بالوكل الامسال مهم جدا انت تشوف وتعمل لشغلك وتوريلي الرؤساء بتوعك وكم ارور اكتشفناه احنا من ضمن الحاجات اللي كنا بنقولها ونتعلمها عشان نمنع تكرارها نشوف اتأكد ان الميديكيشن بياخده في الوقت الصح لان كتير من الميديكيشن لو ما تاخددش في الوقت المناسب لها او على اللونجر تير متاحة ما بتدعش انها تديكي بتاعتها الفارماكو كايناتك برينسبل زي مكان اقولتوك وحنا عاملين في فدك بروغرام كامل عن الفارماكو كايناتك انا كنت نشرت كزا بيبر بحث علمي بعد ما عملنا سوفيه على الفارماكو كايناتك سيرفز في المملكة العربية السعودية على مستشفىات وزارة الصحة والكلانيك الابليكيشن ولقينا فعلا ان في جريت نيد للصدر ان هم يتعلموا الابليكيشن بتاع الفارماكو كايناتك من الحاجات المهمة جدا الفارماكو كايناتك برينسبل زي اللي احنا محتاجين نتعلمها ونتعلم how to apply الفارماكو كايناتك في الكلانيك البراكتس محتاجين نعمل والادوية اللي محتاجة ونوصلها للناس الدكتور حيحترم السيدالي لما يلاقي السيدالي عنده معلومة وعنده الكونفيدنشيالتي حتى وانا مارست في السعودية ومارست في كل حتة بصراحة وشفت السيدالي في كذا مكان قدرتك على انك تمارس صح تصدقوني والله ليها تأثير مهم انك تكون سيدالي فاهم صح وعرف تعمل interpretation لو physical finding لو فيه medical history عند الpatient monitoring للحاجات التغييرات اللي بتحصل في الappraisals بتاعت الpatient ومهم بجد والله يا جماعة دور وانك انت بحتاج تدور على حاجة معينة drug information ومحتاجين لانت ما نعمل فيه عندنا evidence based practice وتفهم البيبر العلمية وتعمل journal club presentation وتتعلم وتتعلم clinical research احنا عندنا في clinical research انا نفسي استعدله انا شفت حاجة معينة وانا بطبق في اي مكان بشتغل فيه انا هروح اعمل ليها literature evaluation واطلع بيها paper وانشرها وانشرها في المؤتمرات الدولية ومؤتمرات العالمية وفي الجورنالز العالمية اعمل strategic plan لان فعلا انت كسيدالي ليك رول مهم جدا جدا في research واحنا لينا في المستقبل في future شغل كتير جدا بقى في ال artificial intelligence بقى في حاجات كتيرة انا مش هزروح بياندرسكوب بتاع ال SPLA program بس الهدف ان انت تعرف ان انت في pharmacotherapy انت ليك رول مهمة جدا to understand the medication properly lab results clinical condition اللي عند الpatient والhistory ومنها تختار therapeutic treatment اللي انت هتدي للمريض بجد دور مهم نتمنى ان كل استاد اللي يكونوا فعلا leaders فيه pharmacotherapy يبقى فعلا فيه pharmacotherapy services ويكون pharmacotherapy specialist موجود في كل المستشفيات يقدر ان هو يعمل medication therapy management في استادريات العادات الخارجية في كل اماكن اللي يتقدم فيها الادوية والرعاية الصحية للمريض ساعدت بيكم جدا في جزء الفارماجotherapy جزء جبير كتير هو كبير جدا بس هو كتير مهم ولو انت فهمته صح الاناتومي والطافافيسيولوجي وفهمت الرول بتاعك هتلاقيك بتمسك الميديكيشن ترتبها بالراحة مع clinical condition بتاع الpatient بالانموذج مثالي سيضر المتميز وتكتاز اختبار الاستبيق اللي يهي بتميز ان شاء الله بإذن الله على اشتركوا في القناة